لا شك أن مشاركة حركة مجتمع السلم في هذه الانتخابات مبنية على دراسة عميقة للواقع السياسي والوضع العام في البلاد ومختلف المبرارات التي تجعل من حضورنا في هذه الانتخابات الرئاسية قائم على مجموعة من الأسس المهمة في المنافسة السياسية على مجموعة من المرتكزات المرتبطة بمعالجة مختلف الوضعيات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وأيضا من أجل تثبيت بعض المعالم المرتبطة بالتعددية السياسية وبممارسة المنافسة السياسية من أجل وصول إلى تحول ديمقراطي مهم نحن قد وضعنا في برنامجنا ووضعنا في تبرير مشاركتنا والإعلان على ترشحنا مجموعة من القواعد الأسسية رأيناها مهمة القاعدة الأولى أن الانتخابات الرئاسية الحالية هي انتخابات حاسمة باعتبارها تأتي في المرحلة الثانية بعد الحراكة الشعبي المباركة التي عيشناه في 2019 والتي أعقبته انتخاباتها في 2019 والآن نحن مقبلين على انتخابات ثانية بعد عهدة انتخابية كاملة هذه العهدة كانت ربما الهدف الأساسي الذي جاء بعد الحراكة الشعبي هو التجاوز السياسي والتجاوز الاقتصادي والاجتماعي على الاختلالات التي من أجلها ثار الشعب الجزائري في 2019 تلك الثورة السلمية المعبرة ثم بعد ذلك هذه الانتخابات احنا باعتبارنا نمثل فصيل سياسي مهم له هوية سياسية له وجهة نظر سياسية له رؤية سياسية له هوية ما نقولش إديولوجية وإنما هوية سياسية مهمة لأنه ينتمي إلى مدرسة وسطية والاعتدال هذه المدرسة لها دور كبير في الحفاظ على تماسك المجتمع على تماسك الدولة على تماسك الأمة لها دور في الحفاظ على الهوية لها دور في الحفاظ على الثوابت لها دور في الحفاظ على القيم لها تاريخ في هذا الوطن ساهمت من خلاله في كل المراحل بمبادراتها بتوجهاتها بأفكارها في الحفاظ على البلد وهذه المدرسة ينبغي أن تثبت وينبغي أن يكون لها موقع سياسي لأن لديها الوسائل الفكرية والسياسية لديها البرامج لديها البدائل لديها الاقتراحات حتى تكون حاضرة البعد الثالث المهم في مشاركتنا هو تثبيت التعددية والديمقراطية والوصول إلى التحول الديمقراطي ومبدأ تدور على السلطانة لماذا لأنه نحن لا نريد لطبقة سياسية أن تنخرط في السياقات المؤدية إلى الأحادية السياقات المؤدية إلى الرأي الواحد السياقات المؤدية إلى صناعة التوافق غير حقيقة في الساحة السياسية الصناعات التي تساهم في تسويق صورة جامعة للشعب الجزائري وتلك الصورة جامعة لا تعبر على حقيقة أو ما يسمى بالديمقراطية الراشدة ولا أوليكم إلا ما آراء وأنا الذي أعرف نعتقد أن هناك آراء سياسية وهناك توجهات سياسية في البلاد هناك بدائل سياسية موجودة بدائل سياسية مبنية على قناعات فكرية مبنية على قناعات مذهبية مبنية على قناعات لديها مقترحات للحلول لمختلف المشاكل الموجودة في البلاد لديها مقترحات لإدارة الشأن العام في البلاد لديها مقترحات لإدارة الحكم في البلاد وبالتالي هذه الآراء الفيصل بين هذه الآراء والفيصل بين هذه التوجهات هو التدول السلمي على السلطة من خلال الانتخابات التي تتوفر على الشروط السياسية والتنفسية لتخلي الآراء البدائل انتخابات المقبلة